اشتركوا في القناة مش عافق الفرحة لغير مباراة بصراحة الخبر ده ولا يهمني ولا يهمني شوف انت راح فينها باش وانت استواه يلا شوف انت راح فين انا عايز افهم حاجة خبر لا يهم المشاهدين ولا القناة ولا الملك شارلز ذات نفسه انا كل اللي عايز اعرفه هو الامير هارلي هارلي زي المتساكلات الامير هاري وامراته ميجن واحنا عارفين ان النفوس مش صافية يعني من اخر طلعت مصيف مع العائلة الملكة هيحضروا الحفلة طب يحضرواها ليه هل عشان يعيشوا اللحظة التاريخية دي ولا عشان يعملوا جزء تاني من الكتاب ويسموه اضطهاد ميجن في حفلة تتويج الملك فيه ناس غير راضية عن حياتها ومش بتعمل حاجة عشان تصلحها وبيتمنوا اي كلب يضطهدهم علشان بس يعيشوا في قصر بس الاكيد ان ميجن مش كده انا علي انديله برحب بيكو في حلقة جديدة مفرحة بطريقة غير مبررة من الساخرة مساءن يلا نبدأ بشجاعة شجاعة هي يا رئيس انا بهزر اليابان عندهم مشكلة ان عدد السكان بيقل عادنا نقر عليهم نقولك بقى كوكب الياباني اشتقيك دي هم خلاص هيقربوا عن قارد اهو وده هتبقى اخسارة كبيرة لكوكب الارض ده مش كلامي ده مش كلام انا بجيبش حاجة من عندي ده كلام ايلون ماسك الراجل اشترا تويتر وبيتعامل معانه هو الحديدة في الفرح جاي في اي حوار ويتحفنا بكل اريحية بس ماشي بفلوسه تقديرات الحكومة اليابانية بترجح ان المواليد السنوية ترجعت لاقل من 800 الف لاول مرة خلال عام 2022 ده طبعا هيقامل خلل اجتماعي لان كده نسبة كبار السن هتزيد ربنا اديهم الصحة طبعا انا بس اللي بحذر الكوكب اشتروا مين انا بقول كلام بيفرق لو اليابانيين مبقاش عندهم اطفال كفاية هيضطروا يعملوا عرايس وربوتات اطفال مش طالب عوق الصراحة الحكومة قالت للناس لو رحتوا الريف وخلفتوا عن يديكوا فلوس كم رئيس كم 7700 دولار للطف على فكرة عمر بن عمتي مستعد لو الحكومة اليابانية تبنته يروح يشتري ارض في كفر الشيخ ويزرعها سوشي ويجيب عيال ويسميهم كلهم مازنجر الصين على فكرة هي كمان عدد المواليد فعلا خفض خلال عام 2021 الى مستوى ما حصلش من سنة 78 وده طبعا مسبب على حسب كلامهم شيخوخة القوى العاملة وده حاجة خطيرة جدا سبحان الله دوام الحالم المحايل دولة تبقى منتشرة وقوية عاملة منتجات صيني من الولاعة للشمس وهو بتلاقي الحكاية بتخلص شوف منين؟ من جوه من جوه كده النخفات ده بتاع المواليد في الصين واليابان ممكن يكون له اسباب كتير زي الكورونا الازمة الاقتصادية وممكن الاكتئاب ما اعتقدش سوق التخزية وقوبشم بصراحة عندهم بس في سوريا بقى زود على كل اللي فات ده ظروف الحرب وان تكليف الولادة بقت غالية جدا والشباب السوري في منهم كتير هجروا في المناطق اللي مسيطرة عليها الحكومة السورية الولادات قالت النص النص نيجي بقى الام الدنيا هل ظروف الكوكب اصطرت علينا في موضوع الخلفة؟ ما احنا كمان طلعين من كورونا وقات ما وسطنا عندنا ازمة اقتصادية والعيشة بقت غالية وحرب اوكرانيا مبهدلانا ام الدنيا حبيبتي مصر ولا يفرق معاها الكلام ده كله احنا بنزيد رابع مليوم مواطن كل ستة وخمسين يوم مصر ام الدنيا حرفيا احنا بنخلف لنا وللبشرية احنا اللي هنحمل بشرية من الانقراض ومن عمر بنعمتي وزي ما كنا اول حضارة في التاريخ غالبا هنبقى اخر ناس موجودة والكوكب بيشطب هو المواغزة اللي حضر العفريت يصرفوا طب ليه زيادة السكانية عندنا عاملة ازمة وقلة زيادة السكانية في الصين واليابان عاملالهم مشكلة اقول لكم ليه لان دول دول منتجة وعايزة مستهلكين لكن احنا دول مستهلكة وبننتج مستهلكين جملة حكيمة قوي مني يا حبيبتي يا طنت يا طنت يا حبيبتي في تقرير نشروا موقع اكسبافستام بيقول ان الاسرة الاردنية المكونة من 4 افراد محتاجة 1969 دينار عشان تعيش عيشها مرتاحة يعني يدفعوا اكل شرب سكن وبقى الاساسيات مع خروجتين بس حلوين في الشهر من غير ما يفتحوا ازاز الماية في المطعم يعني المبلغ دا بالدولار يعادل 2917 دولار قلت لالتلاف دولار طبعا شافك اللي بتقول عادي اكيد الرواتب عندهم عالية بالرغم من اعجاب يحسن ظنك في بلد عربي شقيق لكن لو سمحت قعد على جنب بقى كده قعد وتلهي احسن محد اردني يسمعك انا بتكلم لمصلحتك وبعدين ما انا عيشت هناك يا عم باشا بيقول لك الاسرة محتاجة 3000 دولار متوسط الاجور في الاردن 600 دولار من 3000 ل600 مع العلم ان تكلفة العيشة في عمان هي نفس تكلفة العيشة في اشبلية الاسبانية الفرق بس ان معدل دخل المواطن الاسباني 2900 وقال 3000 دولار اشتري مين انا عشت هناك عشت اول فاتورة غاز دفعتها فاول شهر ليا مصحف الشريف والنعمة على عيني قد اللي بدفعها في مصر في 8 سنين طب نرجع للوضع الوضع في الاردن المسؤولين في الاردن عجبهم الوضع ده هل عندهم خطة انا عارف ان انا بقول كلام غريب هل عندهم خطة لانقاذ المواطن البسيط معانا ومعاكم سعادة المسؤول الاردني وليد 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 للاجابة على هذه الاسئلة ده اسمه رئيس ولا ايكو ايه وليين اوكي سعادت المسؤول شكرا على تواجدك معانا النهاردة رغم انشغلاتك ونظاراتك سؤالي هيكون مختصر ومباشر حضرتك راضي عن الارقام اللي قدمها التقرير ده لا والله يا عمهم كلا وابدا الموضوع هاض لا يمكن ان نسكت عنه وانا بدي اشتغل على نقلنا لا اسبانيا شو المسخرة هاي عايشينون جالوا من ادفع جديش بيليا لا يا عمي ودوا المسؤولين هناك لا يا عمي معلش انا اسف يا سيادة النائب دي بس لان انا مش فاهم انت عايز تنقل المسؤولين انا فاكرك بتتكلم عن الشعب وانا مالي ومال الشعب يا عمهم تآخر بنشبه الكلمة طبعا انه انا كمسؤول كبير ليش اتحمل كل هاض يعني اقل ما فيها باسبانيا بخلص جلستي باطلع باسهر سهرة حلوة باشرب لي كاستين عصير تفاح طبيعي اما هون شو اساوي غلى ازمي اسعار نار سوين يا رئيس انت هو انت جاء تخطط لاجست الصيف هنا في البرنامج حضرتك مسؤول يعني حضرتك مسؤول انك تحل مشكلة الدخل بتاع المواطن انت على فكرة حضرتك مش مش لاعب في الدوري الاردوني عشان نطلعك على اشبلاء عارة يا زلمي شو مشاكل اللي بدك تحلها ربك هو الحلال كمان بدك يا نا نكفر يعني اه حضرتك بتفكرني بواحد مكفراتي كان طلع معانا قبل كده بس اوكي ماشي انا همشي معكس الكلام فلنفترض تعال افترض ان هم نقلوك على اسبانيا ما هي هي نفس الاسعار ما هو انا قلت لك يا اخ قنديل اسبانيا غير النظافة الترتيب التشريعات القوية سيادة القانون الهدوء غير 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 والله غير بعدين المواطن ما تخاف عليه المواطن الاردوني رفعنا عليه البنزين تقريبا ست مرات بسنة واحدة ولسه بتلاقي الشوارع عزمة اه طبعا لا يتحركوا ببتناج الكهرباء سعرها ولع وبتلاقي لسه البيوت معبي عنارة مخفية صح طبعا المفروض يحسسوا ويا سيدي الاساسيات لو زادت اسعارها المواطن واجبوا يتحمل عشان الوطن حلوة اوي يعني انت مش عاجبك مرتبك ومش متحمل وعايز يودوك على اسبانيا ولما وصل الموضوع للمواطن بقى لازم يتحمل ويشيل لها الواحد عشان الوطن انا فهمتك انت شكلك من المشككين اصحاب الاجندات الخارجية وانا لا اسمح لك المواطن الاردني ولو نقصه المال والتلمية والكهرباء وكل شيء تقريبا عنده مخزو من الوطنية والانتماء يكفي بلاد كمت كمت بدك تسمح لي اذا انت انفكر اني رح اقبل انك تشكك فينا والله بحجب برنامجك احسن من التكتوك انت ولا تعرف انت بقى هفاجأك بقى انا بضم من موقع هذا صوتي لصوت المسؤول وليد 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 وبطالب بنقل كل المسؤولين لاسبانيا او على دبي دبي عادي برضو اغلى شوي بس مندبر حالا عادي مش اشكاة حاضر واو على دبي وعنه المواطن الاردني مقدر على تكاليف الحياة او عنه معاش اصلا حلو كده يعيني على بد الناس لما الزمن يغضر بي ركزوا معاو انه بقى جماعة في العنوان بتاع الخبر ده لانه مهم جدا بسبب الدولار شعب فنزويلا يلقي بالنقود في سلة القمامة ليه كده بس ليه كده جماعة حد يرمي النعمة بس بصراحة وما الجماعة معذورين اصل الدولار عندهم افترة الله يا مسيك بالخير لو بتسمعوا راديو كفوشيك الحبيبة المعلم الحفنة وكان زعلان قوي من الدولار الدولار الامريكا حاليا عامل زي تلميز متنمر وابوه مديم المدرسة نازل ضرب في العملات محدش قادر يفتح بوق معاه فنزويلا عملتها البوليفر تخيلوا ان قيمة الدولار الواحد في فنزويلا وصل لحوالي 2 مليون بوليفر الدولار اللي مفيوش ولا صفر بيساوي عملة من 6 صفار الحمد لله واخيرا بقيت ملياردير الفنزويلا طبعاً يعني البوليفر الفنزويلي بقى كبري حرفياً بيتدسعلي من الناس لدرجة ان هما بقوا بيرموها في الزبالة زيها زي ورق التولات انتو متخيلين يعني لما يبقى الدولار بـ 2 مليون الام في فنزويلا هتقول لابنها ايه؟ ولا يا روبيرتو خد 9 مليار من الدرج وانزلها هجيب لنا كيس عيش بلدي اهبل مش ترتلة المصيبة الاكبر ان من حوالي سنتين كده الحكومة في فنزويلا حابت تعمل فيها مفتاحة فشالت 6 صفار علشان تتعامل مع الازمة الاقتصادية يعني بعد الاصلاحات بقى بـ 2 مليون ايه يا عم مدورو؟ انت فاكر ان انت كده حلت المشكلة والحياة بقى لونها بامبي؟ لا باشا الاصلاح الاقتصادي غير العلاج النفسي النفسي ماشي ماشي فيه الدواء الوهمي العلاج الايحائي ممكن ينفع ممكن ينفع بس في الاقتصاد لأ في الاقتصاد لازم تبقى محنك زي واحد صاحبنا كده روح انت رياض استخبه روح وراك كاميرا استخبه روح رياض روح للأمانة العملة الفنزولية ما كانتش الضحية الوحيدة للدولار الامريكي الدولار في مصر وصل لـ 30 جنيه تقريبا ودي كارثة اشتروا مننا انا زورت مصر بعد كده عارف كل حاجة بس طبعا اللي يشوف مصيبة البوليفر تهون عليه مصيبته في الجنيه كمان لبنان الحبيب يعتقلق امام الدولار اللي تجاوز الـ 55 ألف ليرة لحظة تصوير يعني انا بتكلم معاكم دولاتي وانا بصور 55 ألف ليرة معرفش بقى لما الحلقة تدخل الفرن في المونتاج وتطلع الليرة هتبقى بكام بعد ما كان بـ 1500 ليرة من 3 سنين ربنا يسطر بقى لما تشوفوا الحلقة هيبقى بكام يعني رياض سلامة حاكم المصرف حالف يمين 3 يا انا الليرة في لبنان حتى لو على حساب السخر المسائل أنا بنهار يا رياض بدك تروقي يا أعصابك أنا تجاوزت الـ 55 ألف يا رياض مع ليه روقي يا أعصابك ربنا يديني نص طبن ربع تلت السقة والروائل اللي عندك طبعا الأصدقاء اللبنانيين لما بتكلم لبناني بيبعزين يدينه بالحزام بس معلش شحنحة باي بصراحة أولاد محدش يقدر يعلي على لبنان خالص في صرف الدولار اللي في كل حتة هناك له سعر يعني الوداع البنكية الدولار فيها بيتحسب بـ 8000 في المعملات الرسمية والجمالك الدولار بـ 15 ألف منصة صرفة اللي عملها رياض سلامة بـ 38 ألف والسعر الرسمي في الدولة لسه 1500 أما السعر الحقيقي اللي كل الناس هناك عايش عليه هو تجاوز الـ 55 ألف السعر ده بيحدده ربنا واحده عارف مين اللي عمله رياض سلامة ولا نبيه بيري ولا حتى الكنج اللي أنا مش فاهمه ده روليديكس الله أعلم أنا قلت الدولار بدي تسير على الخمسين والسعر الخمسين عشان أنا واسق من كل كناف اللي بتطلع من تمي يعني الفرق بين فينزويلة ولبنان إن فينزويلة حزفت 6 صفار عشان تكافح التضخم أما لبنان فحزف وداع لبنانيين في البنوك واللي 2 ما نفعوش وده بيأكد إن الشيء الوحيد اللي كان لازم ينحزف هو السادة المبتكرين المبدعين حاللين المشاكل القائمين على الخطط الفاشلة دي خمسة وقمسين ألف نروح فين نروح فين ورجعنا بكل سلاسة من الفاصل ونقول لكم عادت إليكم من جديد أوه مونة العمدة رجع للشاشة بعد ما تحاولت للتحقيق بسبب صوتها اشتروا مني بقى في الفقرة دي أكيد أول سؤال في التحقيق كان هو حضرتك ليه بتتكلمي بتون الصوت ده وبعدين طلعت مع الإعلامي تامر أميم في نفس القناة تدافع عن نفسها وأكيد هو كمان سألها هو ليه حضرتك بتتكلمي بتون الصوت ده أخدوا الصوت غيروا في التون تون الصوت اللي هو النغم أريس يعني آه لا أنا عارف أن أنت عارف أنا قلت بس أجيبها فيك كده علشان نعرف سادة جمهور طيب خلاص آخر مرة فيه حضر يا سلام يعني حسب نظرية المؤامرة بتاعتك أن أنت صوتك عادي بس هما ما عنا عرفش مين لعبوا في تون صوتك علشان برنامجك يتوقف بسيطة تعالوا نقارن بين صوتها مع الإعلامي تامر أمين اللي أكيد ملعبش في تون صوتها وبين الفيديو اللي بتقول إن صوتها اتغير فيه من برنامجكم هنا الجمهورية الجديدة هنا الجمهورية الجديدة بصي لنا ولا أنت ولا الجمهور ولا أنت ولا تامر أمين ولا أنت مقتنعين بموضوع تغير التون ده قولي كده هنا الجمهورية الجديدة هنا الجمهورية الجديدة تا ممكن تقوليها بصوت أعلى عندك أعلى من كده صوت هنا الجمهورية الجديدة مش حتسيسته برضو ولا انا حساسها والله يا تامر ولا الجمهور وصدقني ولا مونة برضو شفت اتهام على السوشال ميديا بالصوت الشتوي انا ما كنتش عارف عن ايه صوت الشتوي اه ده اللي اطلقته يا اسمين عز اوبا ده لقاء السحاب يا اسمين عز صوتك الشتوي بقى تهمة ربنا قدرنا على تهديد النفوس طب نسيبنا من الصوت لكن ليه الادا كان كده انا كنت عاملة عملية في ودني عملية؟ عملية في ودني؟ في ودني اه لا اذا كان كده الف سلامة والحد دلوقتي على فكرة ليها حتى اثر وباخد مسكنات ومضاد حيوي كده لا يا رئيس لغي الفقرة لا مش هينفع نتاري على حد مريض مش هينفع يعني واضح ان المسكنات والادوية هم اللي خلوا صوتها كده بس ده ما غيرش فتون الصوت انا صوتي كده مونة حاولي تساعديني عشان اعرف ساعدك انا ببزل مجود خرافي طيب المسكنات والمضاد الحيوي كانوا مقصنين عليك ازاي؟ ولكن كان عامل حلة من الهجوض ده حقيقي الحلة كانت هبطة فعلا وعلى فكرة انا كنت ممكن الغي التصوير ده تهديد ولا صعبانيات طب الحمد لله انتي ما عملتش كده انا ده رزقنا بقول لك يا رئيس انا زهقت من ام الخبر ده لا والله يا حسن انا باقي القندومي الحرب بين روسيا واوكرانيا دخل على سنة طبعا انتم شاخدين بالكم سنة بقى اننا سنة في الحوار ده ومش رادي هتخلص هتخلص ازاي؟ كل شوية بطلع لنا مسؤول بتصريح مستفز اكتر من اللي قبله فيولعها من اول وجديد رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي عمل ايه بقى؟ دعا لاستخدام الاصول الروسية المجمدة باوروبا لاعادة اعمار اوكرانيا هناخد الفلوس المجمدة عشان اني نصلح اللي اللي تعملتو المنطق هو احترام اصول العدالة والمبادئ القانونية حرب قانون واحترام حاجة كده زي سمك لبن تمر هندي الترند الجديد في الحرب دي انها تحولت لحرب تصريحات والشهادة لله التصريحات دي في الاواء كانت جامدة اكت جاء تهديدات من قصر عقوبات اطع غاز تدمير العالم بس الجماعة بتوع التصريح دول واضح انهم ما جابوا اخرهم في الابداع التهديدي فمستوى تهديداتهم دخل في مرحلة افلاس بقينا نسمع كده تصريحات صيصة ضعيفة لا ترتاقل المستوى اللي بيخوفنا كباني قدمين المصيبة ان اللي بيدفع التمن بين التهديد والتاني ناس ملهاش اي زنب خالص يلا لان مصائب قومن عند قومن فوائده فيه كاتبة كرام دب جد عملت كتاب جمعت فيه معظم التصريحات اللي ملهاش لازمة والاننا المنصة اللي كل المبدعين بيتمنوا يطلعوا فيها معايا يعني رحبوا معايا بالأديبة زبيدة الشواشي ازايك يا زبيدة يا ريت تكلمين اكتر عن كتابك العظيم ده مرحبا الكتاب باختصار يجمع كل التصريحات اللي ملهاش طعم والتهديدات الفاشلة في الحرب عنوانه كتاب تصريحات يا عين انا فعلا ما شفتش زيه كتاب طيب طالما حضرتك بتقولي التصريحات ملهاش طعم والتهديدات اللي فيه ما تنفذتش يبقى ايه الفايدة من الكتاب ايه الفايدة من اللقاء ده اصلا ايه فايدة الدكور ده انا لو جبت عمر ابن عمتي كان المشاهدين استفادوا كتر من كده الفكرة يا عمهم اني كنت بتابع اخبار الحرب بشغف واكتشفت انه محدش مستفيد من الحرب والكل طالع خسران فقررت اطلع منها بمصلحة كتابي وعمل قرشين اضاف هيك تعرف الايام صعبة على الكل يعني خاصة احنا ايه رئيس المسرح المدرسي اللي شغل ده طب حضرتك يعني عاملة كتاب ملوش طعم عن تصريحات ملهاش طعم برضو طب انا بتاكلي من وراء القم حلوة اه بس كتاب تصريحات يعني فيه مضمون طيب اتفضلي كلمينا عن المضمون اللي بتاولي فيه يعني هو الكتاب مكون من مئة صفحة حلو اول خمس صفحات بتجمع كل تصريحات بوتين وزيلانسكيو بايدن انه حنقصف بالنووي حنمشي اوكرانيا حنفلس روسيا و برافو برافو ماشي حلو حلو الخمسة وتسعين صفحة تانية فيها ايه صراحة تصريحات اوروبا يعني عايزين دم الروسيا بس هي اقوى منا عايزين نبعد سلاح لوكرانيا بس ما معناش سياح يحمينا عايزين نحاصل روسيا اقتصاديا بس انهار اقتصادنا احنا زبيدة 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 انا كملت المقابلة المسرحية دي بتاعت اصر الثقافة من باب اللياقة المهنية والمسرحية مش اكتر تحب تختمي كلامك باي رسالة محددة مع اني واثق يعني ان انت لو عندك رسالة اصلا كنت حطتها في الكتاب اللي ملوش 60 لازمة ده اوجه شكرة خاص للرئيس ماكرون والمستشار شولتز لان من دونهم مكانش كتاب تصريحاتي عين ابصر النور وانت عندك اهداء لقلك اكيد عموان متشكر متشكر بس انا عم بفكر في حاجة يعني هاجت علي طب وربنا اللي عمل تصريح انا كمان اعلن اعزائي المشاهدين عن طلوع فاصل سريع بيحطيها في الكتاب بقى في طبعة تانية سبحان الله سبحان الله من اول مدخل على الفقرة دي برجل اليمين المناخ بيتضبط الجو بيصبح لطيف مفيش بس غن المخرج اللي بيبقى كبس على نفسي ايوه رئيس اذا انت هنا يعنيش لسا الله خدت بصيرتك ويقول لي او الله يعنيه خير حاضر ماشي وبكده نبدأ فقرات ماشي نتوش يا اخبار اخبار في السخان واحنا متطمنين سبكم يا رئيس انت حبيبي اه صح انت شايفني اخبار في السخان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن ما تعرفش تكتم سر فبعد اكتشاف وثائق سرية في مكتب بايدن الخاص وفي بيته رون كلين كبير مستشار البيت الابيض المعلم قعد بحجر القص سأل لصحابه انه ناوي يستقيل من منصبه حزر فزر حصل ايه بعدها تاني يوم كان الراجل متسيح شخصيا مش متسيح له شخصيا متسيح على الصفحات الاولى ايه اللي بيحصل في البيت الابيض ده اجد عاني ده اصبح البيت الشفاف ده مش فاضل غير انه هم يتكلموا بلغة الاشارة وفي الضلمة كمان عشان محدش يسرب لهم ده ايه البيت الابيض اللي متأمنش فيه على سرك ده انا اول مرة اشوف تسريبات بالحجم ده وثائق سرية بتتنقل من ايد اللي ايه تقولش اسجارة وبيخمسوا فيها واساسا هيا ليه الوثائق ديه ليه لسه ورقية قم بول النتوورك اللي مكلفاتكم مليارات دي لازمتها ايه اعملوا صفت كوب يا باشي حطوا الباسورد من 15 حرف وكلمة وهاشتاج وكان الله بالسر عليم يا ريس عمر بن عميتي جه ماشي اه خلي بالك عشان ده عد كالبة قبل كده اهو الله يا موجود على ايتيوب من غير ما فكر كده لازم سيرة اوكرانيا هاتيج لازم استقالة طايموشينكو نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية الاوكراني زيلانسكي ويا رب الحرب ديه تخلص بسرعة عشان كلنا تعبنا اقتصاديا وانا كمان تعبت من نطق الاسامة دي طايموشينكو انا لساني بقى شابه الاوكرديون اكيد الاستقالة او الاقالة بالشياكة اللي بتحصل في الظروف دي بتبقى عشان تورد في تجسس هزيمة في معركة اي حاجة ليه علاقة بالحرب طايموشينكو ده طلع متورد في فضائح فساد ليها علاقة باستخدامه عربيات غالية هو طبعا نفر ارتكاب اي مخالفات عربيات يعني مش ده بابات ولا طائرات حربية واضح ان العالم كله بدوله وببني ادمينه بفراخه بعلفه متأسرين من الحرب الا تايموشينكو ده اللي عاش في مية البطيخ بيبلبط في البطيخ البلد بتتقصف وده بيكروزه معالي تمر عشور تيجي نتراهن للأسف وصلنا عزائي المشاهدين وحبايبي المتابعين لنهاية حلقة اليوم من الساخرة مساء اتمنى تكون الحلقة عجبتكم هنسيبكو على خير ونرجع تاني في نفس المعاد عشان حلقاتنا جديدة وهيفضل دايما اخر كلامي معاكو ربنا يحل ايامكو شوفكو على خير اشتركوا في القناة